السلام عليكم ومرحبا بكم حبيبتي في القناة اليوم سنرى كيفية تحضير مركز الفراولة او كولي دفخاز اللي راحين تحتفظوا به في المجمد وتحضروا به جميع انواع العصائر والتحليات والحلويات الى غير ذلك وراح نوريكم تدبيره بسيطة كيفية تحفظي على الفراولة تاعك في التلاجة بلا ما تفسدلك وهذا التدبيره اديتها من واحد القناة راح نقولكم عليها في اخر الفيديو اذا هنا تبعوا معي تفاصيل تحضير هذا المركز مشاهدة ممتعة اذا هنا عندي زوج كيلو تاع الفراولة بعد ما اخسلتها مليح وخليتها تكتر وخيروا الحبات اللي يكونوا طيبين ما يكونوا شدين رواحهم عندي هنا تاني كاس تاع السكر كما تشاهدوا وعندي اربع كاس تاعصير الليمون مباشرة نجيب انغيسيبيون نجيب اي ايناء عندي راح ننحي الاوراق لهذه الفراولة ومن بعد نقطحها على اثنين ولا على اربعة ونحطها في الايناء وبعد ما كملت كتحتها نضيف الكاس تاع السكر ونضيف اربع كاس تاعصير الليمون نجيب البغاميكسور ونرحي الكل مع بعض مدة ثلاث دقائق تقريبا حتى نشوف هادك السكر داب وبعد ما رحيتو مليح ورحيت هذه الفراولة مع السكر والليمون نتحصل على احلى مركز الفراولة او الفريزة كما رحكم تشوفوا فيها لتقدروا تحافظوا عليها او تاحتفاظ به في المجمد تديرو هنا في ديبوات يكونوا عندكم ولا القراء تعلو مينيغال اي الماء المعدني ليكونوا هادوك الصغار اتعمروهم وكي تسحقوه تجبدو وديرو بيه العصائر والتحليات في فصل الصيف ولا في شهر رمضان ان شاء الله اما بالنسبة للتدبيره الثانيه كيفية الاحتفاظ بالفراولة في الثلاجة لبضعة ايام بلا ما يصر لها احتحاجات التدبيره اديتها من قناة ام اسيل ربي يحفظها ويوفقها ان شاء الله اذا هنا نجيب لي ساك دو كما هادو ولا كما هادو اللي كونو يتغلقو مليح وما يدخلهم شي الهوى نجيب لي ساك كما ركم تشوفو ونفرز ولا نخير الحبات اللي يكونوا متماسكين ما يكونوا شطريين كما هادو مثلا كما هادو رهي جاية متماسكة ولي تكون كما هادو طريات ديلوا بها تحليات ولا العصائر وحضرو بها جميع انواع الحلويات وما تخبوهاش في التلاجة يعني تناولوها بالخف قبل ما تفسد لكم كما تعرفو الفراولة تمتم تشريها اليوم الغدوة من ذاك تلقيها فاسدة اذا بعد ما نعمر الساشية كما راكم تشوفو لازم نخرج منه كامل هادو كلهوى ومن بعد نربطو مليح ونخليه في التلاجة راح يشدكم راح يشدكم ليف خازته وحكرم راحين يشدوكم مدة لباس بها وهو ما ما يصررهم حتى حاجة وصلنا لنهاية الفيديو ان شاء الله كيفية وتدبيرة اليوم يكونوا عجبكم وراحين تجربوهم ونقولكم الى الملتقى في وصفات اخرى باذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة